موسيقى 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 نحن نتكلم عن الانرجي ماذا تذكر بان الانرجي؟ انرجي هي الهدفة لتعمل عندك انرجي يمكنك تعمل موسيقى طبعا كلنا عارفيني الكلام ده اننا الفود بالنسبة لنا ده موسيقى 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 احنا الانرجي طبعا في فورمس كتير قوي للانرجي حوالينا زي مثلا كيميكال انرجي زي الهيت انرجي لايك لايت انرجي الكتريكال انرجي كينيتك انرجي موسيقى طيب الانرجي دي هل دلوقتي انت دلوقتي ما قلنا بنجري هل انت دلوقتي لو ما اكلتش هل هتقدر تتحرك؟ لا هيبقى مش عندك انرجي فانت مش هتقدر تتحرك ومال الكنتك انرجي اللي انت انت تتحركت بيها دي كانت سورسة ايه؟ هتقولي ان انا اكلت ان انا ده الفود اللي هي كيميكال انرجي حصله ببيرنز in our body and turn to chemical energy turn this into kinetic energy طيب الانرجي دي بقى اللي جات لك دي اللي هي متمثلة في kinetic energy هل دي جاية من الفراغ لا هي جاية من الفود طيب والفود جاية الانرجي بتاعته من ايه من الصن وهكذا فالانرجي في law of conservation of energy ان الانرجي neither created مش بتيجي من الهواء لا دي جاية من انرجي قبل كده nor destroyed وما بتروحش برضو للهواء لكن from one form to another يعني اعرف كويس قوي ان ما فيش انرجي جاية من الهواء لا دي الانرجي دي كانت تانية وتحولت زي مثلا الفان المروحة هي الحركة بتاعتها دي مش انرجي طيب الحركة دي جاية من الهواء ولا كانت electric energy اه كانت electric energy والالكتريك انرجي دي كانت عبارة عن ايه عبارة عن movement of electrons and so on يبقى energy neither created nor destroyed لا بتيجي من الهواء ولا بتروح في الهواء لكن change or transformed from one form to another واللوو ده اسمه law of conservation of energy شوف كده معايا مثلا الفيديو ده البندلم ده لما بيتحرك شوف كل بول من دي بتدي الانرجي بتاعتها للأثر بول the thermochemistry science one of them is thermochemistry one of them is thermochemistry والthermochemistry ده the study the change that accompanied the chemical and the physical change طيب هتقولي chemical change ده انا عارفه يعني chemical reaction وده بيبقى فيه a combined ليه الهيد الفيزيكال change ده physical change it means اني مثلا عندي substance change from solid to liquid or from liquid to gases ال change ده اسمه physical change يعني change takes place in the shape of the matter وبيجي بقى من thermochemistry thermodynamic ايه بقى thermodynamic ده the science that deal with the study of energy and how it transfers يبقى احنا كده عارفنا يعني اين thermochemistry يعني اين thermodynamics وعرفنا ان thermodynamics depart من thermochemistry chemistry احنا دلوقتي عرفنا يعني ايه thermochemistry اللي هو branch of chemistry interested to study the heat transfer to the chemical reaction or physical reaction طيب هنتكلم على basic concepts related to thermochemistry هنتكلم على شوية حاجات لازم تبقى انت عارفها وإحنا بنتكلم على thermochemistry لازم تفهم ان في حاجة عندي اسمها system وفي حاجة اسمها surrounding وفي عندي first law of thermodynamics وهنتكلم على heat and temperature what's the difference between heat and temperature and also we talk about specific heat طيب يلا نشوف كده what's meant to buy basic concepts of thermochemistry انا قلتلك احنا هنتكلم على system and surrounding يعني ايه system system ده هو المكان اللي انا بعمل فيه chemical change او physical change انت دلوقتي ما تعمل chemical reaction مش بتعمله مثلا safe baker او بتعمله في flask او اي حاجة المكان ده بسميه system بتاعي يبقى system هو part of universe the part of universe chosen for study in which physical or chemical change occurs طيب system ده هل موجود كده في الفراغ ولا في حواليه حاجات surrounding 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 it's the part outside the system يعني وانت بتشتغل على system بتاعك في مكان حواليه and exchanges the energy with the system هل دلوقتي surrounding ده المكان اللي حواليه system اللي انت شغل به فبيحصل انه بيتأثر بالانرجي بتاعت system وهنكلم عن الكلام ده بالتفصيل ويبقى surrounding it's the part outside the system and exchanges the energy with the system in the form of heat or work يبقى بيحصل فيه تفاعل بين system وبين surrounding يعني مثلا عندي لو انا قلت ده السيستم بتاعي انا دلوقتي ده الفلسك وبعمل فيها chemical or physical reaction يبقى surrounding فين area دي around the system تعالوا كده نشوف بقى لو دلوقتي system دوت وانا بعمل chemical or physical reaction can release energy بيطلع energy من طيب الانرجي دي ها destroyed يعني هتروح في الهواء لا ده الانرجي دي هتتنقل لمين للsurrounding يبقى انا لو عندي system زي ما بقولك كده خرج energy مين اللي هيخد الانرجي ده surrounding طيب لو system بقى كان محتاج energy هيخدها منين هيخدها من surrounding يبقى فيه relation بين energy of system and the energy of surrounding تعال نشو بقى relation between system and surrounding من ناحية ايه من ناحية الانرجي بمعنى انا دلوقتي لو بعمل chemical او physical change طيب وبعدين لو system بتاعي ده release energy يعني reaction بتاعي ده كان بيطلع energy من اللي هيخد الانرجي دي طبعا according to law of energy conservation the energy not destroyed يعني هي هتت transfer فمين اللي هيخد الانرجي ده طبعا surrounding طب العكس لو ان system بتاعي ده need energy يبقى هو جين energy ومين اللي هيديله الانرجي هيبقى surrounding يبقى انا دلوقتي يا جماعة فيه بين energy for system and the energy of surrounding relation دي ان energy of system هي هي نفس energy of surrounding يعني لو system ده lose energy مين اللي هيخد الانرجي ده للsurrounding صح ولا لأ طب ولو system ده gain energy هيخدها منين هيخدها من surrounding يبقى بقول delta e of system equal negative delta e of surrounding طب هنا negative sign دي it means ايه it means ان relation هنا inversely بمعنى ايه برضو يعني لو system هنا lose energy surround هو illegal فالعمليتين عكس بعض عشان كده احنا we put negative sign احنا 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 هنتكلم بقى احنا عارفنا عن ايه system اللي هو part اللي we do the chemical or physical change or physical reaction طيب types of systems انا هقسم دلوقتي يا جماعة systems اللي انا هشتغل عليها فانا ممكن system دوت يكون open system وممكن يكون closed system وممكن يكون isolated system تعالي نشوف الفرق يعني system اللي انا بشتغل عليه او المكان اللي بشتغل فيه بيكون open system يعني ايه طيب انا هقولك دلوقتي انا بعمل حاجة وهتقول انت يعني ايه open system يعني انا بيكون عندي container of water وحتى container of water دوت على source of heat مثلا على بتجاز او اي حاجة هتلاحظ ايه بعد شوية هتقول لي ان temperature او heat transfer from stove هتتنقل من البتجاز او المصدر of heat ده لل water صح ولا لا الووتر هنا بالنسبالي ده system اللي انا شغال عليه طيب لو جبت الميا دي وسبتها بره شوية هتعمل ايه heat transfer from the water to the surrounding فهنا بقول عالي ايه بقى بقول open system طيب لما انا حطيت الميا على الهيت دوت فالميا شوية هتعمل ايه boils وتعمل water evaporate وبيحصل ايه particle of system هتتنقل transfer to the surrounding فالsystem ده بسمي open system فيعني بقى open system system which allow exchange matter and energy with the surrounding فحصل يا جماعة exchange ليه المatter ده water evaporate and exchange of energy with its surrounding system ده بسمي open system يبقى allow change of matter and energy with surrounding تعالوا كده نشوف example على open system طيب انت شايف ايه دلوقتي ده monk of coffee مثلا heat exchange between system and surrounding بعد شوية المج ده هيعمل ايه هيبرد ايه برد ازاي اللي حصل وزي ما جيت غطيت البيكر بتاعك ده تعالوا كده اهو المج بتاعي وغطيته هل الهيت هنا هتحصل transfer يعني هيبرد او هيبرد يبقى حصل ايه allow to exchange of heat طيب هل في particles من liquid ده transfer لا ده انا مغطية يبقى ده بسمي closed system يبقى closed system allow to exchange ايه energy but not allowed to exchange of matter يبقى هنا الاختينج اللي ايه energy طب تعالوا نشوف another type of system which called isolated system isolated يعني معزول تماما يعني it doesn't exchange either of matter or energy يعني لو جيت انت حطيت المج ده جوه container تاني فهيحصل ايه هيحصل كده انا عملتله عملية isolation يبقى ده isolated system انت عارف المج الحراري اللي هو انت بتبقى الكافي بتاعك او اي حاجة بتفضل معاك بالوقت الطويل قوي مش بيحصل exchange ليه الهيت بيفضل محتفظ بالهيت بتاعته ده بسميه isolated system شوف كده some questions بيقول you choose the correct answer in the isolated system exchange occurs between heat and the substance with the surrounding خد بالك the isolated exchange of heat occurs with the surrounding exchange of substance occurs between the surrounding and system exchange of heat or substance doesn't occur with the surrounding أنا أنا بكلمك على system مال isolated معزول تماما فبرافو عليك ان exchange of heat or substance doesn't occur with the surrounding وبيحصلش اي exchange هم basic concepts of thermochemistry all the chemical and physical changes are accompanied by changing in energy اي chemical reaction او physical change لازم يجمع يكون في change في الانergy it's very important for all living organisms without energy we cannot move زي ما انت شايف كده exchange في الانergy first law of thermodynamics تعالوا كده نشوف الفيرست law بيقول the total energy of an isolated system يبقى انا هشتغل على any system او بتكلم على any system isolated system طب معليش فكرينا بيه ايه هو isolated system اللي هو doesn't allow exchange of matter or energy طيب is constant the total energy of an isolated system is constant even the system is changed from state to another يبقى total energy must be constant بمعنى لو انا عندي isolated system ده نعتبر ان ده يا جماعة isolated system فالsystem اللي انا بشتغل عليه اهو وهنا في حواليه surrounding فالانرجي اللي lose by the system equal the energy gained by surrounding بحيث ان total energy equal ايه او must be a constant شوف شوف كده لو انا مسلا دلوقتي عندي ال water دي لو lose heat ل surrounding ده طبعا isolated a isolated system فهو لو lose energy lose to a surrounding طيب يبقى total energy هتبقى يا جماعة هتبقى constant لان the energy lost equal the energy gained فده the first law of thermodynamics which indicate that the total energy of any isolated system is constant طب بتكلم على total energy اللي هي الانرجي التاعتمين لل system and the surrounding even the system is changed from state to another طيب شوف كده مع بعض الفيديو ده اللي قصدك ده ايه ده عبارة عن ده system بتاعي هو ودي the molecules of the system زي ما انت شايف كده كل ما ال kinetic energy ل the temperature increases temperature بيحصل له ايه بص شوف kinetic energy increases the temperature increases طيب لو kinetic energy decreases بيحصل ايه temperature decreases طيب يبقى يعني ايه temperature نشوف كده دي kinetic energy ده بس دي solid substance يعني طبعا انتعارف ال solid بيبقى الماليكل vibrate زي ما انت شايف الموشن دي يا جماعة بتبقى عبارة عن ايه عبارة عن ان بياخد energy فبيبقى بيتحول كاينتك energy والكاينتك energy دي هي increase temperature كاينتك energy دي بتخلي الماليكلز بيحصل بينها collision او بيخبط في بعض زي ما انت شايف كده والحركة دي هي عبارة عن ال kinetic energy والكاينتك energy دي بتتحول ل heat energy بتعمل ايه increase temperature طيب هو في فرق بقى بين heat وبين temperature او في فرق بين heat وبين temperature ايه الفرق اللي بين heat وبين temperature احنا قلنا من شوية temperature دي عبارة عن ايه عبارة عن kinetic energy للمليكل ال average of kinetic energy للمليكل ده temperature وكل ما بيزيد kinetic energy كل ما increase the temperature وby losing or decreasing لل kinetic energy temperature decreases طيب الفرق بقى يبقى the flow of the heat from one position to another depend on the difference in temperature between the two positions ومن يعني ايه heat الهيت دي form of energy الهيت دي energy يا جماعة transfer from high temperature to low temperature لكن temperature دي هي average of kinetic energy او temperature دي هي degree of hotness of coldness فده temperature يبقى temperature ايه measurement of average kinetic energy of matter molecules and it indicates the hotness and coldness of an object يبقى temperature دي بتوضح ليه هو الابجيك ده hot or cold ودي الـ average او الـ kinetic energy تعالوا نشوف بقى يعني ايه heat it's a form of energy transfer from high temperature to low temperature يعني ايه زي ما انت شايف كده الايس كريم الايس كريم كان هنا ايه cold طيب والسوراوندينج هنا كان بالنسبة له hot فحصل ايه transfer للانرجي from surrounding to الايس كريم فده الهيت يعني the form of energy which transfer from high temperature to low temperature طب بالنسبة اللي هنا للمج of tea طبعا مج of tea هنا بيكون hottest than the surrounding يعني system هنا هو اللي بيكون سخن فيحصل ايه الهيت transfer from tea to the surrounding فالترانسفير دي او ده الهيت يبا الهيت عبارة عن form of energy transfers from high temperature to low temperature measuring unit of quantity of heat الهيت دي بقى الميجرين جيون بتاعتي عبارة عن ايه كالوري كالوري it's quantity of heat needed to raise the temperature of one gram of water by one degree selesius انا عايز energy اد ايه او عايز heat اد ايه عشان يا جماعة ارفع temperature of one gram of water by one degree selesius ده ده الكالوري الجول بقى فيه unit تانية اسمها جول طب الجول دي quantity of heat needed to rise the temperature of one gram of water by one over four point one hundred eighty four degrees selesius يبقى انا عندي دلوقتي two units اللي هي الكالوري والجول شوف كده معايا العداد ده ده بيحسب لي الكالوريس اللي هي quantity of heat needed to raise temperature from one اللي هي من twenty-five to twenty-six لكن الجول يا جماعة اللي هو heat needed to raise the temperature of one gram of water by one over four point one hundred eighty four degrees selesius طيب الريش بقى between كالوري والجول ال one كالوري equal four point one hundred eighty four جول يبقى دير الريش بينهم طيب لو انا عايز احاول من كالوري لجول multiply four point one eight four طيب لو انا عايز احاول من جول لكالوري يبقى divided four point one hundred eighty four اليونت دي من الحاجات المهمة جدا وايه الريليش اللي بينهم وزي نحاول من كالوري لجول دي very important احنا نتكلم دلوقتي على مهمة جدا موجودة في حياتنا وإحنا لازم نتعلمها about the heat اللي هي ايه the specific heat ايه the specific heat دي بقى the quantity of heat required to raise the temperature of one gram of substance by one degree sleazy مس انت لسه ايه الديفينيشن ده وقلتلي ان هو الكالوري لأ ركز انا قلتلك ان الكالوري the quantity of heat required to raise the temperature of one gram of water صح اه لكن specific heat the quantity of heat required to raise the temperature of one gram of substance اي substance بتكلم عنها by one gram طب انا برضو مش فاهم الدفينيشن ده بص اي substance عندك بشوف انا هديها heat قد ايه علشان raise temperature one يعني انا حط دلوقتي السرمومتر وبشوف the amount of heat required علشان raise the temperature one degree هتبقى قد ايه انا هديها قد ايه heat ايه ده هو مش كل substance زي بعض لا مش كله زي بعض وده رجع ليه حاجة اسمها specific heat يبقى كل substance secondary one has its own specific heat كل مادة يا جماعة ليها specific heat الخاصة بتاعتها طيب بدليل اني لو انت جبت دلوقتي مصمار وحطيته على fire مفيش شوية وهتلاقيه سخن جدا اه شوف طيب لكن لو جبت بقى water وحطيتها على flame وبنفس time يا جماعة واشوف لا مش هتلاقي هنا water سخنت بنفس مقدار المصمار طب ليه لان specific heat بتاعت النيل ده صغيرة يعني specific heat صغيرة يعني كمية او amount of energy هديها quantity of heat صغيرة هتعمل ايه temperature لكن بالنسبة للwater يلا سخن شوف بقى temperature less ايه ادي تاني amount of heat لسه temperature لسه ما ليتش طب بعدين اه يبقى دي الwater هنا specific heat بتاعتها عالية يعني ايه specific heat عالية يعني need large amount of heat to increase one degrees leesius على فكرة الحكاية دي انت بتشوفها بس انت مش فاهم يعني ايه specific heat لما بتيجي بتروح المصيف بتيجي تمشي الساعة 12 الظهر كده او في عز الحر بتمشي على الرملة او sand تلاقيها سخنة جدا طيط تعال انزل الميا ايه الاخبار لأ فعلا الميا بتبقى بردة مع ان اللي اتنين واغدين نفس amount of heat من الصند صح ولا لا شمعنى السند هنا سخن جدا في حين ان الووتر لا ما سخن دي due to specific heat ان السند has low specific heat ف small amount of heat energy required عملت ايه temperature لكن الووتر has large specific heat طيب ازاي احسب quantity of heat دي باحسبها ازاي quantity of heat equal mass of object times specific heat times delta t تعالوا كده نشوف اكتر انا عندي q equal mc delta t الq دي جماعة the quantity of heat measured at constant pressure يعني كمية اله اللي الابجيكت ده محتاجة the quantity of heat او كمية اله اللي الابجيكت ده absorb equal mass طبعا كل ما كان الابجيكت الماس بتاعته كبيرة كل ما need high quantity of heat فال m times c times delta t c d specific heat كل متر ليها special specific heat يبقى m mass c specific heat delta t يعني t 2 minus t 1 طب انا ازاي ميجر لت ت طبعا using thermometer وال specific heat ده number constant لكل مادة لها specific heat بتاعتها وبالنسبة للمass by using balance طيب نشوف الميجر unit quantity of heat by joule mass gram specific heat joule bear gram dot degree slesius وال delta t degree slesius شوف كده اجزامبل مع بعض بيقول كالكوليد the quantity of heat expressed than joule required to raise the temperature of 100 gram of water by 22.5 slesius يبقى انا عايز اعرف دلوقتي يا جماعة لو انا معايا 100 gram of water and temperature change by 21.5 degrees slesius عايز اعرف quantity of heat expressed in joule تعالوا كده نشوف مع بعض q equal m c times delta t طيب الماس become 100 times 4.18 times 22.5 which equal 8887 طيب السؤال وانت جبتي منين 4.18 دي specific heat للووتر وخد بالك اعلى specific heat هي specific heat of water وطبعا دي fixed number اللي هي 4.18 اعلى حاجة يا جماعة عندها specific heat هي الووتر يعني الووتر هي اكتر مادة need او absorb quantity of heat علشان raise the temperature one silesius نشوف كده another example بيقول لي ادسول one mole of ammonium nitrate in amount of water complete the solution volume to 100 m of water you notice that the temperature decreases from 25 degrees to 17 degrees وعايز مني calculate the quantity of absorbed heat q طبعا equal mass times specific heat times change in temperature كويس change in temperature يعني from 25 to 17 يعني 17 minus 25 بالنسبة specific heat انا عرفها طب بالنسبة للم انا ما عندي ش mass اه هقول لك خلي بالك ان diluted solutions يعني لما يقول لك solution when تخففته بالwater the mass of millimeter of water is calculated to equal one gram يعني انا بعتبر هنا volume هو mass ليه بقى لان dynasty of water one gram per mole ف dynasty 1 يا جماعة وال dynasty هي mass over volume فلما يبقى dynasty 1 يبقى ساعتها mass هو volume طيب يبقى نرجع للمسألة بتاعتي qb equal mc delta t يلا نعوض 100 جرام بدلا نقول 100 ملي علشان ده diluted solution اقدر ان انا اقول عليه 100 جرام اذا خلاص بقى انت عرفت 4.18 طيب قال لي change في temperature قال لي from 25 to 17 17 minus 25 اذا احنا مش بنعمل كبير minus الصغير لا هو انت بتشوف temperature t2 minus t1 anyway يعني طيب which equal the result تطلع negative negative 3344 جول يعني ايه النغative sign دي يعني هنا temperature ديت absorbed او الهيت ديت absorbed q equal طب هو كان عايز بالاي يا جماعة قال لي بالكيلو جول لو بالكيلو جول يبقى negative انا هعمل divided 1000 يبقى negative 3.344 كيلو جول شوف another example بقول you chose the correct answer measuring unit of specific heat is the joule joule بالمول joule bare kelvin or joule bare gram degree selesius specific heat بروف عليك اللي السليزيس لانها the amount of heat needed to increase the temperature يبقى انا كده عندي joule اهي amount of heat which is the temperature of a one gram of substance يبقى دي جرام قد ايه one degree silesius يبقى دا measuring unit specific heat which of the following substance have larger heat capacity بيقول one gram of water one gram of iron one gram of aluminium one gram of mercury مين عنده larger heat capacity تفتكر مين طبعا عنده higher specific heat which is water what's meant by calorimeter calorimeter is a device which is used in determine change of temperature of the chemical reactions delta H by non initial temperature T1 and final temperature T2 طبعا احنا بنبقى محتاجين نعمل chemical reaction وعايزين نعرف change في delta H عايزين نعرف delta H دي هتبقى عاملة ازاي طبعا احنا كنا عارفين ان احنا بنحسب delta H by determine the temperature ف الكالورميتر دوت help us to no T1 and T2 idea of working it works as an isolating system طبعا انا عشان احسب LTH فانا لازم يكون السيستم عندي isolating system بمعنى ان السيستم ده يكون معزول تماما عن surrounding طيب for the substance inside it as it prevent losing or gaining any quantity of heat or substance with its surrounding عشان كده انا بعمل الchemical change ده in calorimeter its component تعالوا نشوف بقى calorimeter ده بيكون من ايه طبعا زي ما قلت isolated container يعني مكان كده معزول وليه to prevent any exchange of energy and matter between the system and surrounding نمنع اي exchange في energy and matter عشان اقدر اعرف بالضبط exchange في heat أو heat content stirrer stirrer طبعا علشان اقلب ال component تعطي علشان نوزع temperature and thermometer طبعا thermometer عشان determine the t1 and t2 another type of calorie meter عندي bomb calorie meter ده شكله طيب usage of bomb calorie meter used to measure the heat of combustion of some substance used in chemical reaction which you called combustion يعني ايه combustion يعني انا عندي substance عايزة اعمل لها heating او بحرقها بمعنى اصح فانا عايزة اعرف هيحصل ايه في heat exchange بتاعها فبنستخدم bomb calorie meter procedure ازاي بقى هنعمل دوت اولا a known amount of substance is burned انا بجيب كمية معينة من substance وبكون عارفة substance دي عارفة الماز بتاعتها وبعمل لها عملية burning in an exist amount of oxygen يبقى انا بجيبها وبحرقها طبعا في وجود وفرة من oxygen under normal atmospheric pressure طيب وبعدين it's placed in an isolated steel container which you call the steel pump which is surrounded by a definite amount of heat exchange liquid ده almost بيبقى water يعني بمعنى ان انا بجيب هنا المادة اللي انا بعايزة عمل لها combustion والمادة دي بتبقى surrounding by liquid عشان liquid ده allow exchange of heat وفي الغالب بيكون water the substance is ignited by using an electric ignition wire the amount of heat transfers from the burn substance طبعا انا بعمل هنا burn للsubstance دي فالهيت هيحصلها a transfers from the burn substance اللي هي بتعتبر بالنسبة للsystem to the heat exchange liquid يعني هيحصل هنا exchange للهيت so its temperature rises by this amount of heat صح ولا لا تمام the combustion of temperature is determined by the measuring the change of temperature يبقى انا ازاي بحسب the combustion of temperature بعرفها ازاي بعرفها من the change of the heat exchange liquid water يبقى انا بشوف كده الووتر هو حصل change في temperature بمقدار قد ايه بمعنى الاول قبل ما بعمل كانت temperature قد ايه وده هيبقى بالنسبة ل t1 بعد ما عملت combustion فالsubstance هنا هيحصل لها هنا burn ويحصل exchange في الهيت فالحرارة هتتنقل من substance للووتر هيحصل ايه للووتر temperature increases والترمومتر هنا هيقرى لي reading of temperature يبقى كده عرف t2 ومن هنا اعرف exchange of heat فهمت الدرس دوات الطبي مع تدريبات واختبارات نافس حمل الان